الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في تفسير سورة هود نتدارس فيه قصة هود حينما بعثه الله جل وعلا إلى قومه عاد في صحراء الأحقاف التي جعلها الله عز وجل لهم مدينة عظيمة فيها من أنواع الحضارات الشيء الكثير إلا أنهم لما تركوا ما أمروا به من عبودية الله أنزل الله بهم العقوبة بعد أن أرسل إليهم هودا فلم يستجيبوا له ولم ينقادوا له فنزلت بهم العقوبة الشديدة وأذكركم بالأربعة الأمور أولها دعوة الأنبياء عليهم السلام إلى إفراد الله بالعبادة وثانيها دعوة أنبياء الله أن ناس إلى الاستغفار والتوبة وثالثها ما لقي أنبياء الله عليهم السلام من التكذيب والأذى وصد الناس عن دعوتهم ورابعها عاقبة الأمر ما قدره الله جل وعلا من نصر لأولياءه ونجاة لهم وهلاك لأعداءه مما نستمع إليه في هذه الآيات من سورة هود فليتفضل القارئ بارك الله فيه نعم أعبو بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء إن أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ولا إن عادا كفروا ربهم ولا بعدا لعاد قوم هود ذكر الله جل وعلا أن من رحمته بالعباد أن يرسل إليهم الرسل من أجل أن يرشدوهم إلى ما فيه نجاتهم ومن أجل أن يحقق الأمر الذي خلقوا من أجله وهو عبودية الله جل وعلا ولذا كان يرسل الرسل من أجل هداية الخلق ومن ذلك أن أرسل سبحانه إلى قبيلة عاد وهي قبيلة عظيمة لهم حضارة كبيرة ولهم شان عظيمة وقد ذكر الله جل وعلا من شانهم الشيء العظيم وأنهم بلغوا من الحضارة الشيء الكبير ولذا ذكر الله جل وعلا عنهم بأنهم قد وصلوا إلى درجة عالية ومع ما هم فيه من النعيم الكبير والأثر العظيم إلا أن الله جل وعلا أنزل بهم العقوبة لما عصوا أمره ألم يقل الله في قريتهم وهي قرية إيرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إيرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومع ذلك كان من طريقتهم وشانهم أن صرفوا العبادة لغير الله ومن هنا أرسل الله جل وعلا إلى قبيلة عاد أخاهم في النسب هو هو نبي الله هود والحكمة في أن يكون من نفس القبيلة أن يعرفوا صدقه وأن يتمكن من خطابهم وأن يروا أنه مشرق عليهم لأنه ليس بغريب وليكون وجوده بينهم سببا لإقتناعهم بكلامه حينئذ توجه نبي الله هود إلى قومه عاد فخاطبهم بالخطاب الواضح بلسان المتكلم الذي يذكرهم بالقرابة النسبية بينه وبينهم فقال يا قومي أن يناديهم بالنسبة بالقرابة النسبية ثم قال اعبدوا الله أي لا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله ولتكن عباداتكم كلها لله جل وعلا فإنه ما لكم أي لا يوجد لكم إله أي معبود بحق غير الله جل وعلا إن أنتم أي يقتصروا حالكم على الافتراء حيث صرفتم العبادة إلى غير الله فأصبحتم من المفترين الكاذبين الذين يظهرون من القول ما يخالف الحق ثم خاطبهم ببيان أنه لا ثمرة له في أن يستجيبوا له إلا أن الثمرة الكبيرة هي لهم فإنه لا يطلب منهم أجرة على دعوته إلى الله ولذا قال يا قوم لا أسألكم أي لا أطلب منكم عليه أي على هذه الدعوة وعلى الاستجابة لدعوة الهدى أجرا أي مالا لكوني أدعوكم وذلك أن الأجر إنما يتحر من الله ولذا قال إن أجري إلا على الذي فطرني فالثواب الذي أرجوه والفضل الذي أؤمل فيه هو من رب العزة والجلال فهو الذي فطرني أي جعلني على التوحيد ولم يجعلني على الشرك وفي هذا تذكير لقومه بالفطرة المستقيمة التي جعلها الله في النفوس والتي فطرت على توحيد الله جل وعلا وعدم صرف العبادة لغيره سبحانه ثم قال أفلا تعقلون أي هل تنظرون إلى معبوداتكم هذا وترون ما هي عليه من العجز ومن المهانة لا تستطيع أن تنفع نفسها فضلاً عن أن تنفع غيرها فأين عقولكم من عبادتكم لهذه المعبودات من دون الله وأين عقولكم حينما تركت عبادة الله جل وعلا مع أنه هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم ويمدكم بالنعم وهو الذي يحاسبكم على أعمالكم فكانت تلك دعوة توحيد من نبي الله هود إلى قومه عاد ثم طلب منهم الطلب الآخر ألا وهو الدعوة إلى الاستغفار بطلب مغفرة الذنوب والتجاوز عنها وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله أي أن يرجعوا إلى الله فيستغفرون لما مضى ويستقبلون ما يأتي بالرجوع إلى الله ولنابت إليه وذكرهم في هذا بأن الله هو الذي رباهم وأصرف لهم النعم وأعطاهم ما هم فيه من القوة فلذا قال لهم استغفروا ربكم ثم ذكر لهم شيئا من ما تتطلع إليه نفوسهم من ثواب الدنيا ليكون هذا سببا من أسباب إقدامهم على طلب المغفرة التي تكون من أسباب طهارة القذلوب ونظافتها فقال لهم يرسل السماء عليكم مدرارا أن يجعل الأمطار تأتيكم من السماء فتخصب الأرض وتنبت النبات وتكون هذه الأمطار تأتيكم مرارا بعد مرار تدر عليكم وكذلك إذا استغفرتم الله وتبتم إليه يزدكم قوة إلى قوتكم فإن قوم عاد كان لهم قوة عظيمة ولذا قالوا من أشد منا قوة ومع ذلك ذكرهم بأن هذه القوة منح من الله وأنهم متى عادوا إلى الله زاد لهم في قوتهم مع القوة التي هم فيها ولذا قال ويزدكم قوة إلى قوتكم فنسب القوة إليهم في الحال ووعدهم بالزيادة من تلك القوة متى كانوا يستغفرون الله ويتوبون إليه والمعنى في هذا أن الأمطار إنما تمنع عن بني آدم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فإذا استغفروا وتابوا رفع الله المانع الذي يمنع من نزول هذه الخيرات ولذا كان مما دعاهم إليه نبي الله هود إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة وفي نفس الوقت حذرهم من الإعراض عن دعوته ولذا قال ولا تتولوا مجرمين أي لا تعرضوا عن دعوة الحق بتوحيد الله وعن ما طلب منكم من الاستغفار والتوبة فإنه إذا حصل منكم تولي وإعراض كنتم بذلك من أهل الإجرام الذين يفعلون الأفعال الشنيعة ومن أعظمها الشرك برب العزة والجلال حينئذ بدأوا يخاطبونه ويجادلونه يحاولون رد دعوته ويحاولون تكذيبه في مقالته ويحاولون صد الناس عن الاستجابة له ولذا جادلوه بالتكذيب بما عنده فقالوا يا هود ما جئتنا ببينه أي ليس معك دليل تذعن له النفوس وليس معك برهان يدل على صدق مقالتك وقد كذبوا في ذلك فإنه ما بعث من نبي إلا واتاه الله من الآيات ما يؤمن على مثله بنو آدم ولذا كانوا كاذبين في هذه القولة وحينئذ ما بنوا عليه من قولهم وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك يعني أنهم قالوا لن نترك معبوداتنا من الأصنام والأحجار بل سنظل عابدين لها ولن يكونا مجرد قولك سببا من أسبابي ترك عبادتنا لهذه الآلهة التي يعبدونها وثم قالوا وما نحن لك بمؤمنين أي لسنا بمصدقين لمقالتك فيما ادعيته من أنك نبي لله جل وعلا وفيما دعوتنا إليه من توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والدعوة إلى الاستغفار والتوبة وحينئذ قالوا السبب الذي جعلك تخالفنا هو أن الآلهة تسلطت عليك وأفسدت رأسك ودماغك وبالتالي وقعت فيه الخزعبلات وابتعدت عن الحقائق والبراهين والبينات ولذا قال قوم عاد لنبيهم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أن بعض معبوداتهم زعموا أنها تعرضت له وأوقعت به سوءا وشرا وبالتالي أصبح يقول من المقالة ما لا قبول له بزعمهم وكذبهم وافترائهم فرد عليهم نبي الله هود فقال لهم موضحا موضحا دعوته إلى الله بلسان جلي بين رفع الصوت فيه فقال إني أشهد الله أي أطلع الله ووضح له وأجعله يشاهدني واشهدوا أيضا أنتم فإن موقفي موقف واضح أني بري مما تشركون أي معبوداتكم التي تصرفون لها شيئا من العبادة التي هي حق لله جل وعلا أنا بري منها فبري من عبادتها والتوجه لها وأنا معرض عنها لا أذعن لها ولا أخضع ولا ذل لها فإني بري مما تشركون من دونه فكيدوني أي افعلوا أنواع الخطط السرية التي توقعون به التي تريدون أن توقعوا بي الأذى والضرر بمكر خفي وكيد غير واضح فاجتمعوا جميعا فحينئذ لن يضرني كيدكم ولن يضرني أذاكم ولا تتأخروا في محاولته الحاق الأذابي فإنني معتمد على الله إني توكلت على الله أي اعتمدت عليه في ردي أذاكم وفي عدم تمكينكم مما تريدون إني توكلت على الله وكيف لا أتوكل على الله وهو ربي الذي أنعم علي بصنوف النعم بل هو ربكم أيضا رباكم على نعمه الكثيرة وحينئذ تأملوا فإنكم متى تأملتم وجدتم أن الخالق الذي رزقكم وأمدكم جدير بأن يفرد بالعبادة فلا تصرف العبادة معه إلى أحد كائنا من كان ولذا قال ما من إله إلا هو أي لا يوجد إله ومعبود بحق إلا رب العزة والجلالة قال تعالى هو آخذ بناصيتها يعني أن مقدمة الراسي وجميع شأن الإنسان قد فوضه إلى ربه وبالتالي يأخذ ما هو حسن وطيب في ذلك وثم قال إن ربي على صراط مستقيم أي إن الشرعة التي أنزلها الله إليه هي على طريق مستقيم لعوجاج فيه يوصل إلى المقصود بأقرب الطرق قال هود فإن تولوا أي إذا أعرضتم ولم تستجيبوا لدعوة الحق فحينئذ قد أبلغت المهمة الموكلة بي فقد أبلغتكم ما أرسلت به أي أوصلت إليكم خبر الرسالة التي جاءت من عند الله فهذا الكلام وهذه الدعوة ليست من هود ابتداء وإنما هي من رب العزة والجلال ومهمة النبي إنما هي النذارة وتبليغ الرسالة قال ويستخلف ربي قوما غيركم أي إذا أعرضتم فستهلكون وسيأتي في دياركم ومحالكم قبائل أخرى ينتفعون مما عملتموه ويستخلف ربي يعني إذا أعرضتم فإن ربي سينشئ جيلا جديدا يخلفون هذا الجيل قال ويستخلف ربي قوما غيركم أي جماعات غيركم ولا تضرونه شيئا أي إذا أهلككم فلن تستطيعوا أن تغالبوا الله أو أن تلحقوا به شيئا من الأذى إن ربي على كل شيئ حفيظة فهو الحافظ لأوليائه من كل سوء والحافظ لأنبيائه وهو جل وعلا الحافظ لكل شيء ثم قال ولما جاء أمرنا أي أن الأمر بإنزال العقوبة الشديدة وإرسال الريح الكبيرة على قوم عاد قد نفذ وتوجه الأمر ولذا قال ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه فأجعلهم الله يخرجون من قرية السوء والفساد قبل أن تنزل بهم العقوبة فنجي الله هودا وأهل بيته فحينئذ ذكرهم الله بأن هذه النجاة إنما حصلت برحمة من عند الله جل وعلا وهكذا نجاهم الله أي أبعد عنهم العذاب الغليظة وهو الشديد الملحق بأسوى أنواع الأذى ثم قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم أي أنه لما جاءتهم البينات والدلائل على لسان هود أنكروها ولم يلتفتوا إليها وكذبوها وحينئذ كانوا ممن جحد بآيات الله التي أرسلت مع نوح عليه السلام قال وعصوا رسله أي أن قوم هود عاد عصوا نبي الله هودا وحينئذ عاقبهم الله بأن جعل بأن أتبعوا قال وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد أي أن من معاصيهم أن تركوا الاستجابة لدعوة الحق ونور الهدى وفلم ينقادوا لأنبياء الله ولم يتفكروا في الله وفي قدرته جل وعلا إلا أنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد والجبار والجبار من يتكبر على الناس ولا يخضع ولا يذل لهم والعنيد ومن سار على رأيه لا يأبه لرأي أحد حتى ولو كان ممن أمر الله جل وعلا بطاعتهم قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي أن الناس لا زالوا يدعون عليهم بأن يبعدهم الله من الرحمة وهذا في سنة كونية دائمة قال ويوم القيامة أن يكونوا عليهم لعنة أخرى تكونوا على هؤلاء المكذبين ومن هنا قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أي تتبعهم لعنة أخرى وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات من الفوائد أن الكفر سبب كل سوء وأنه من أسباب صد الإنسان عن طاعة الله جل وعلا ففي هذه الآيات من الفوائد التذكير التذكير بالقرابة النسبية لأنبياء الله في قومهم من أجل أن يكون هذا سببا لمعرفتهم له ولصدقه وليخاطبهم بما يناسبهم وفي هذا دلاله على أنه ينبغي بالإنسان في دعوته إلى الله أن يبتدي بقرابته وأن يسعى إلى إصلاحهم وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرف العبادات لغير الله وهذا هو أس دعوات أنبياء الله عليه السلام كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن من أعرض عن عبودية الله فهو مفتر ليس عنده من الحقائق شيء وإنما هو من أهل الافتراء وفي هذه الآيات ترفع دعاة الحق عما في أيدي الناس من المال بحيث يستشعرون أن الأجر من عند الله وأن ه يرزق من يشاء بغير حساب وفي هذه الآيات التذكير بالفطرة وتعزيز جانب الفطرة عند الإنسان ليكون منقادا للتوحيد فإن هذه المرتبة إنما تبنى على مقام التوحيد وفي هذه الآيات أن الأمطار بيد الله وأنه ينزلها على من يشاء من عباده ولكن المطر العظيم الذي فيه البركة ويكون خير كله إنما يصح أن يكون لآهل آل إسلام وفي هذه الآيات من الفوائد جواز تناول الأسباب المؤدية إلى قوة البدن فإنه إذا جاز بذل الأسباب المعنوية لتحصيل هذه القوة دل ذلك على جواز تحصيلها بالأدوية الحسية ما لم يكن هناك سبب يقتضي ضد هذا الحكم وفي الآيات استحباب الإكثار من الاستغفار بطلب مغفرة الله جل وعلا وفي هذه الآيات تذكير العباد بفضل الله عليهم فهو الذي رباهم فأوجدهم من العدم ولا زالت نعمه عليهم تتراب وفي هذه الآيات من الفوائد أن من أسباب نزول الأمطار ونزول بركتها على الأرض هو الاستغفار والتوبة فمن أكثر من الاستغفار عاقبه الله فمن أكثر من الاستغفار جعل الله عاقبته عاقبة الخير وفي هذه الآيات جواز بذل السبب من أجل نزول الأمطار سواء كان بالسبب المعنوي بالدعاء أو بالتضرع إلى الله وبالكثار من الحسنات أو كان ذلك من طريق غيرهم وفي هذه الآيات من الفوائد أن أعداء الله يعارضون أنبياء الله فيما يدعون الناس إليه من توحيد رب العزة والجلال وفي هذه الآيات من الفوائد أن المشركين سيرمون المؤمنين بي الأوصاف الذميمة التي تنفر الناس منهم كما قالوا هنا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا وفيه ما هم عليه من محاولة رفع مكانة آلهتهم وحينئذ تبر نوح عليه السلام منهم وفي هذا البراءة من المشركين والكافرين وقوله قال إني أشهد الله أي أوضحت أمري لربي فأصبح جليا له لا خفاء فيه وذلك أني أشهدته ببراءة من المشركين أي بانفكاك الصلة وبين المشركين من دونه ثم قال فكيدوني جميعا أي اعملوا من المكر والحيلة ما يكون سببا لصد عدوانهم عنه صلى الله عليه وسلم ولذا قال فكيدوني جميعا على سبيل بيان اعتصامه بالله وأن من تمسك بحبل الله نجا ولم يتمكن منه أعداؤه وفي هذا دلالة على أنه إذا كان الغالب في حال إذا كان الغالب في حال الناس المخالفة والعصيان فلا يأمن أن تنزل بهم شيء من العقوبات وفي الآيات علم الله بما يقع في الكائنات وبما يفعله الناس في أوقاتهم ولذا قال تعالى ما من داب إلا هو آخذ بناصيتها أن يصرفها ويتولاها ويجعل لها من الأسباب ما تقوم به حياتها ولذا قال فإن تولوا ويعرضوا فقد أبلغتكم أي أوصلت إليكم الرسالة بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الاستغفارة فإن تولوا أي أعرضتم فلم تستجيبوا فحينئذ قد أديت المهمة الموكلة بي من إبلاغ الرسالة وبرئت ذمتي بذلك وفي هذه الحال لا تأمنوا أن تنزل بكم العقوبة وإذا نزلت العقوبة فإن هذه العقوبة لا تترك أحدا قال فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم أي يزول حال هذا الجيل ويبدلهم الله بجيل آخر يقومون بطاعة الله ونصرة دينه أما هؤلاء المعرضون فإنهم لن يضروا الله شيئا وذلك أن الله حافظ لكل ما في الكون لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس فيه ولذا ذكر جل وعلا هذا بقوله ولا تضرونه شيئا وفي هذه الآيات من الفوائد أن كيد الكافرين يعود عليهم بالسوء ونقصان الحال سنة ماضية في الكون قال ولما جاء أمرنا يعني إهلاك الظالمين بالريح العظيمة نجينا هود أي أخرجناه من القرية التي كان يسكنها ومعه أهله سوى زوجته وابنه هذا في هود وهذا في نوح وأما في هود فإنه لما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه فالذين استجابوا له وانقادوا لدعوته وكانوا معه نجاهم الله من الريح العظيمة فأخرجهم من تلك القرية برحمة من الله جل وعلا وفي هذا طلب الإنسان للرحمة من ربه وتضرعه بين يديه أن تنزل به الرحمات ليسلم من مصائب الدنيا وآذاها ولينجو في الآخرة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينجي أولياه المؤمنين ولا يلحق بهم العقوبة التي تستاصلهم وقوله ونجيناهم من عذاب غليظ أي شديد أليم وذلك أنه أرسل الله عليهم الريح السقيم ما تذر من شيء ناتت عليه إلا جعلته كالرميم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وأصبحوا كأنهم عجاز نخل خاوية فسبحان من جعل تلك الأبدان المجتملة على قوة خاوية هلك ساقط في الأرض كالنخل القديم الذي تركه أصحابه ولذا قال وتلك عاد أي قبيلة عاد الذين جاء من ذكرهم ما جاء جحدوا بآيات ربهم أي أنكروها ولم يعترفوا بها كما قالوا لهعود ما جئتنا ببينة وهكذا عصوا رسله أي كذبوا بالرسل ولم يؤمنوا لهم ولم يستجيبوا أو ينقادوا وهذا حكم جار فإن من كذب بنبي فكأنما كذب الأنبياء كلهم ومن ضيع الطريق فحينئذ لا يخشى إلا على نفسه وبالتالي من كذب برسول واحد كأنه قد كذب الرسل جميعا ثم قالوا واتبعوا أي ساروا على طريقة وأمر كل جبار عنيد أي تركوا الانقياد للحق الذي قام الدلائل براهينه وساروا وراك براء قومهم من الجبارين الذين يتسخطون على الناس وفي هذا ذن التكبر وذن تجبر الإنسان على غيره وفي الآيات النجح للإنسان لما يراه من الدلائل وعدم اعترافه به لا ينجيه من عقوبة الله جلا وعلا وفي هذه الآيات أن أهل الضلال يبقى ذكرهم السيء في الأمم ولذلك يدعون عليهم ويلعنون هم ومن هنا قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي تلعنهم الناس ويوم القيامة تأتيهم لعنات أخرى ثم قال ألا إن عادا كفروا ربهم أي لم يؤمنوا به ولم يصدقوه ألا بعدا أي أن الله حكم عليهم بأن يكونوا مفارقين لدعوة الحق ولا يكونون قريبين ممن سار على الهدى وفي هذا تنويه بذكر نبي الله عاد عليه السلام هذا شيء من فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين تسليما تسليما